إذن مشاهدين سنتابع في موضوع آخر إذن نتيجة لعدم كفاية بيانات الإنترنت التي نشترك فيها بشكل عام لمتابعة مهام العمل والتسوق والاطلاع على الأحداث اليومية يضطر الكثيرون مننا إلى البحث عن شبكات الإنترنت العامة عديمة التكلفة لإنجاز أعمالهم وذلك على رغم من مخاطرها الأمنية المعلومة مسبقا على البيانات الشخصية للفرد ونفصل في هذا الموضوع إذ هناك خمس تهديدات أمنية يتعرض لها المستخدم لشبكات الواي فاي العامة منها هجمات نقطة النهاية أو ما يعرف بالإنتبوينت والتي تمكن المخترق من الوصول إلى جهازك عبر الاتصال بالشبكة ذاتها التي أن تستخدمها كمستخدم أيضا هناك هجمات باكت سنيفرز كما نتابع وهي عبارة عن برامج غير مألوفة تستخدم لمراقبة حركة مرور المعلومات عبر الشبكة وتستخدم أيضا أو تستخدم لاختبار مدى قوة اتصال الشبكة وأيضا هناك هجمات روغ واي فاي هي عبارة عن إعداد شبكة لاسلكية خبيثة من قبل القراصنة بقصد سرقة معلومات المستخدمين الذين يتصلون بها تحت مسميات تجعلها جذابة ومغرية أيضا هناك أسلوب آخر بالإضافة إلى هجمات التوأم الشرير أو evil twin كما نتابع وتعتبر هذه من أشهر المخاطر التي تهدد شبكات الواي فاي حيث يقوم المختارق بإعداد الشبكة المزيفة لتبدو كماما كشبكة موثوقة تعرفها وأخيرا هناك هجوم الوسيط أو أيضا ما يعرف بman in the middle attack يعد هذا الهجوم مشاهدين من أشهر هجمات شبكات الواي فاي العامة وهو اختراق يتسلل فيها القراصنة بين متحاورين على الشبكة من دون علم أي من هذين الطرفين حيث يتم تلاعب بالبيانات المشتركة بينهما ترجمة نانسي قنقر